خليني يا كابتن أسألك على برضو جزء مهم جداً وحب نتكلم على الأهلي وزمالك فكرة توصية لجنة التخطيط في النادي الأهلي بعودة أربع معرين صلاح محسن أكرم طفيق نصر ماهر ومحمد شريف عودتهم يا كابتن والحاجة ليهم أو هل المكان دلوقتي يبقى مناسب بالنسبة لي عودتهم مرة أخرى بالنسبة لي الأماكن داخل النادي الأهلي وفي نفس الوقت هل هم وصلوا المستوى رائع يخليهم لما يرجعوا يقدروا يحجزوا أماكنهم الأساسية داخل الفريق كابتن أعتقد أنهم حطوا قدهم على أربع لعيبة هيفضوهم يعني لو مسكنا واحد واحد محمد شريف هو ولا جيرالدو بمنتهى الأمانة محمد شريف كابتن هو طبعاً راجل هداف وراجل عمل شكل لإنبي ولعيب خطير ومتحرك وعلى الأقل أنه هو عارف النادي الأهلي عايز إيه وجماهيره عايز إيه وهو لما جيه وخرج ورجع أعتقد أنه مش هفوت الفرصة دي نفس الكلام على أكرم توفيق أنا شايفه أن من أحسن الديفندرات اللي في مصر دلوقتي أداءاً وقوة وحتى كورته التوارد وبيطلع بيروح يهاجم هو ده اللي احنا عايزينه يعني عايزين أن الديفندر دلوقتي يتحرر ويطلع يجيب جوان ويلعب كورة ويقطع كورة ويباسكه يعني توقيت بالك ده الديفندر اللي هو المودرن أو الحديث اللي هي في الكورة دلوقتي تالت واحد مصر ماه أعتقد أنه ما فيش معلم دلوقتي في النادي الأهلي غير أفشة وهو لو جي جوان بأفشة مع صالح جمعة أعتقد أن الثلاثة هيبقى فيه منافسة شرسة وأعتقد أن حاجزة كده هترجع صالح جمعة تاني لما يلاقي اثنين وهو التالت لازم يبحث طب هو صالح جمعة كابتن تفتكر أن هما الموسم ده يعني عوز موسم القادم هيبقى متواجد ولا خلاص دي بالنسبة له نهاية آخر الموسم بالنسبة له الموسم ده كابتن والله دي بقى ده قرار مدير فني ثم مجلس الدورة يعني أنت ما شفت ناش صالح جمعة كابتن في آخر خمس مطشات اللي هو خلاص يمكن كان مفروض المدير الفني بيجرب كل اللعبين صالح أنا آخر مرة كنت معاك آخر مرة كنت معاك اعتبته بشدة لأن أكتر واحد دفع عنه فلما شفته مع مسماني المطش اللي هو نزله عشر دقائي ولا خمس دقائي لقيت جسمه زيد جدا ويمكن انتقضته معاك وقلت أمال أنت بتتمرن طول السنة على إيه يعني أنت مفروض حتى لو بتتمرن بتستنى الفرصة أن هي تخدها عشان تثبت للناس أن الناس بتتكلم عليك عشان عايزات فأنت تثبت لهم أن أنتوا صح أنما إحنا صح وهو اللي كان غلط يعني أنت بقى لك سنة بتتمرن مش قادة بتنزل نفسك خمسة كيلو وإنت شاف أن فيه سرعات عليك وفيه مشاكل عليك وناس بتحارب عشانك وناس بتخسر ناس عشانك فمفروض بقى يبقى كان عندك دهن مش واقع مصالح يعني تنزل تتمرن أنت حتى لوحدك تجيب نفس إحنا كنا لما بيحصل حاجة يا عمي محمد أكسم بالله كنا بننزل نتمرن لوحدنا من غير بقى لكان لسه الجم ولا الكلام الفاضي ده ولا فبتحس أنت عشان لما ييجي المدير المدير الفني احتاجك أنت تحرجه صح وأعتقد لو هو كان حرج بسوماني أو فيلر أكسم بالله الدنيا كانت هاجت وقامت عشانه ترجمة نانسي قنقر